أزبني لكل أتاحي حياك الله يا دكتور خالد ونزاكم الله خير علي تحت الفرصة للحديث مع أخواننا المشاهدين فرصة ثمينة وطيبة وقد ألحبت مشاعرنا الحقيقة وحركتنا من ركود وذهبنا نبحث وأنا وغيري بارك الله فيك في هذا العنوان الله يفتح عنواننا أيها الإخوة وأصلح بالهم وقفات تربوية للأسرة السوية من قول الله وأصلح بالهم ماذا تريد من هذا العنوان حفظك الله بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم حضر الله العالمين وصلى الله وسلم عن أبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة الزمن هذا زمن يعني مليء بالقلاق والتوتر والاضطرابات سواء على المستوى الاجتماعي أو الأسري أو الظروف التي تلم بكثير من الناس في معيشتهم في محدودة خبراتهم في مواجهة المتغيرات في الواقع في الضغوط التي يواجهونها في الحياة في طلب المعيشة في تربية الأبناء في مواجهة التغيرات القيمية التي تدخل على المجتمعات العربية والإسلامية التي عندها قيمها الأصيلة وعندها مبادئها الطيبة وتأتيها الموجات الغربية والتقاليد فيحدث اضطرابات كبيرة جداً على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة في الاستقامة في الخلق القويم في التصورات والأفكار في القناعات التي تبدأ تهتز عند الجيل الثاني أو الثالث من الأبناء فكان لابد من العناية بدواء يعالج هذا القلق والاضطراب ولا دواء مثل القرآن الكريم الله أكبر ما نزلنا عليك القرآن اللي تشقى الذي يتعلق بالقرآن الكريم يطمئن ويرتاح ويشفى بذل الله تبارك تعالى مستر الطمأنينة نعم والآية التي صدر بها عنوها هذه الحلقة تعلي ذلك مباشرة كيف ذلك؟ الطمأنينة والاستقرار وصلاح النفس وصلاح الحال الجميع سواء الحال الدنيوية أو الحال الدينية أو الحال الأخروية يعني بعض العلم ذكروا أقوال كثيرة في كل القرآن يعني أنت الآن بصدد الحديث عن معنى وأصلح بالهم معنى صلاح البال ما هو صلاح البال أصلح فكثير من العلم تكلموا بأقوال عديدة في هذه الآية عن البال وصلاحه لكن أقوالهم تعتبر من التنوع وليس التضاد جميل هي أقوال تدل عليها الآية وتسعها صلاح الحال صلاح الشأن صلاح المآل صلاح الدنيا صلاح القلب صلاح العقل صلاح الخواطر صلاح الآخرة كل هذا تعني هذه الآية ففي الآية الأولى سورة محمد وكل السورة ورد فيها في موضعين صلاح البال الآية الأولى تتعلق بالمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالله عز وجل يعني يصرح بالهم سبحانه وتعالى الآية الأخرى تتعلق بالشهداء يعني يصرح بالهم يدخلهم الجنة عرفها لهم فهذه فيها فائدة أخرى أن الشهيد ومثله المغدور والمقتول يجعل الله عز وجل له ولاية على ذريته فيحفظون بإذن الله تعالى جميل ويصل لهذا الشهيد ولهذا المتوفى من الأرواح المؤمنين بعد ذلك من يطمئنه على حال أسرته الله عز وجل يتولى كما أن يتولى المقتول جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل أو سلطان له تأييد من الله سبحانه وتعالى وله قوة في حفظ دمه هذا المقتول وهذا من صلاح والشهيد من باب أولى وهذا من صلاح نفسهم في الجنة فإن المعلوم أن آخر من يدخل الجنة رجل يخرج من النار فينبت في نهر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيد فالله يصلح جسده ويصلح عقله لاستعداد لهذا النعيم العظيم في الجنة فنسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا في الدنيا وأن يصلح حالنا في الآخرة وأن يهيئ قلوبنا كما أن الله يهيئ الشهداء لدخول الجنة ويصلحهم أن الله عز وجل يصلحنا في هذه الدنيا لندخل جنة الدنيا ويجنة السعادة والعبادة والرضا والتوكل والصبر واليقين هذا الشعور هذا الصلاح للبال الذي يجعل جميع أمور الحياة ترتب على ذلك يعني يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وصلح لديني الذي هو عصمة أمري وصلح لدنيا الذي في معاشي وصلح لآخرة التي تليه معادي أحسنت أبو عبد الرحمن أنت أشرت إلى نقطة ذكر العلماء فيما تعلق بأهمية الأذكار في طمأنينية النفس وصلاحها حتى في الجهاد يؤمرون بالذكر لأنه يوجب لهم الطمأنينة والقوة مع الله تبارك وتعالى والذكر قوة للأبدان وقوة للعقول يتوقد الإنسان ذهنه إذا استغفر وسبح ودع الله عز وجل وأيضا قوة في النفس في تحمل الصدمات فالإنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى صبر على هذا البلاء وكثير من الأذكار مليئة بهذا تأتي إحدى أمهات المؤمنين فتقول يا رسول الله يعني يعني تكثر علي الهموم والغموم فمرني يا رسول الله بقول أن يعني يزيل عني همي فيقول قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا يعني هذا الشيء هذا الذكر التوحيدي المليء بإسم الله عز وجل الأعظم يطمن النفس ويجعله تتقبل جميع البلايا الدنيوية وتتجاوزها بإذن الله تبارك وما يرد عليه من شبهات واضطرابات في هذا الجوانب فيمحى بمثل هذا يعني من صلاح البال صلاح العقل والسعدادة لتلقي العلم الشرعي قرآنا وسنة وفهم الدين ورد الشبهة التي ترد عليه فإن هذا من صلاح البال قد لا يفتح للإنسان في رد شبهة ما لكن إذا دع الله عز وجل وقال يا معلم ورهي معلمني يا مفاهم سليمان فاهمني ربما رد كثير من الشبهة وربما مفتحت له مغاليق بعض الآيات التي تشتبعوا عليه بل نعرف أن بعضها للعلم كان يعني يتفكر في الآية ويرجع لمئة تفسير فلا يجدوا للإشكال الذي يفذني جوابا فيفزع الاستغفار الإمام الشافي يستغفر ألف مرة ابن تيمي رحمه الله كان يستغفر ألف مرة حتى يفتح الله له والله هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفعل ذلك إذا حزبه أمر فزع بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة نعم رفعه سلم كان يفزع إلى الصلاة وكان في المعركة يفزع إلى الدعاء في معركة بدر كان يرفع يديه انتهلك هذه العصابة فلا تعبعد بعد اليوم وكان يستغفره اليوم مئة مرة نعم يقول وإنه لا يغان على قلبي يعني أحيانا واحد يصيبه ضيقة ما يدريش سببها يصلي الفجر قايل الأذكار كذا بس يحس بضيقة ربما يخاف على ولده ربما كذا يستغفر الله ويدعو الله ويزيل عنه هذا هذا الاضطراب النفسي المؤقت جميل إذن نحن لما نتحدث عن هذه الآية يعني لفظ الآية الأول وأصلح المصلح من هو الله عز وجل كفى بنا شرفا أن يكون المصلح هو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يعرف أدوائك وما ينقصك وما يكملك أنتم أعلم أم الله نعم وما يسدو ثغراتك بإذن الله تعالى وبالهم هذه اللفظة الثانية الصلاحة أصلا كلمة محبوبة للنفس ومطمئنة للنفس يعني أن تنشد كل شيئا صالحا صحيح والبال هو الحال عموما البال هو جميع أحوال الإنسان أحوال الإنسان جميع والدينية والأخرى طيح دعنا يعني بعد هذا الجولة الجميلة فيما يتعلق بالآية ومعناها وما يرتبط بها من الناحية التربوية بشكل عام والحاجة إليها في جانب الأسري يعني هذه القضية كيف نحتاج إليها في الفتن وعصر الفتن جزاك الله خير أبو الله حقيقة الفتن المنمى الآن اللي تلم بالأمة سعى على مستوى الأمة أو على مستوى القطر أو الجماعة اليسيرة أو الأسرة قد تنزل بهم مصيبة يعني بعض المصائب تشغل العقل وتشغل الإنسان حتى عن معيشته وعن تدبير أحواله وتنكد حاله نعم صحيح والمؤمن معرض لذلك صحيح ومبتلى ويبتلى المرء على قدر دينه لكن في هذه الفتن يحدث أشياء أخرى أيضا يعني الله ينزل مع الفتنة ما يجليها يا سلام وينزل مع البلاء ما يرفعه وينزل مع الضيق ما يوسع ربما على الإنسان في أماكن أو أشياء أو أحوال أخرى فكم من إنسان كان سجينا فكان سجنه عين لطف الله به ورحمته يعني حماه من شرور أخرى وفتن أكبر وكان له حال مع العبادة والتحنث وحفظ القرآن ومراجعة العلم فليس كل سجن ضار أسمح لي أذكر قصة لطيفة بل بعضم توبته تكون هناك نعم أسمح لي أذكر قصة لطيفة أنا زرت يعني أحد السجون للحديث مع أخواني المساجين والعيش معهم في رمضان للتواصل معهم وإعطاهم بعض المبشرات والتفاؤل جميل بحقيقة أنا الذي حقيقة خرجت كنت أشعر أنني أنا السجين وسمعت أشياء شيء يسمونه السجن النظيف الأخوة السجن الذين لا يدخنون أو كذا لهم مكان مرتب وجميل وسهرت معهم حتى قرب الفجر حتى كانوا يقولون ليتك يعني تعيش معنا سبوع سبعين فكان هذا نوع من الطرفة يعني فلكن حقا لقيته شخصا وكان رجل أعمال يقول أنا أحمد الله أني سجنت لماذا؟ قال لأني الآن أختم القرآن كل ثلاثة أيام سبحان الله ويقول أول شهر سجنت فيه أطلقت رجل أعمال عنده فلوس أطلقت صراح يمكن ستين شخص مطلوبين في أموال أبو عشرين ألف ثلاثين ألف ستين ألف فيقول فهذا كان عائن فضل الله عز وجل عليك سبحان الله يعني فكان السجن اللي هو أذى وبلاء وفتنة كان خيرا له كذلك الفتنة العظيمة اللي تتنزل على الأمة يتخذ منكم شهداء ويظهر الله عز وجل فيها علماء ويظهر فيها عباد ومجابي الدعوة ويصرح فيها أناس أنا أعرف الآن في الواقع هذا الآن الواقع المليء بالمواقع التواصل والأولاد يشغلون بالأجهزة والجوالات أعرف أسر يا أبا عبد الرحمن قرآنيا كيف؟ يحفظون القرآن ينشغلون بحفظ القرآن هو اللي يشغلهم هؤلاء في هذا العصر التقني الآن أسر تحفظ القرآن الأب الأم الأولاد يعني هؤلاء مشغولون بالتقنية وهؤلاء مشغولون بحفظ كتاب الله يعني هم يعيشون مع التقنية يتعاملون معها لكن بمقدارها الواعي المدري فهم مطمئنون البال لا يفوتهم شيء من التقنية ليس متأخير وهي وشيدة لهم في الحفظ ربما وأنا كمعلم أو كشخص أمارس التعليم ولي علاقات في التعليم على المستوى الإدارة وعلى مستوى أيضا المدارس وأزور كثير من المدارس وإلقاء بعض التوجيهات لأبنائنا الشباب الطلاب الذين يشتغلون بحفظ القرآن الكريم هم من أكثر الطلاب تفوقا في المدارس وهذا من عاجل صلاح البال لتلك الأسر التي جعلت القرآن محور تربيتها ما علاقة هذا بالفتن؟ يعني أعظم ما يعصم الإنسان من هذه الفتن أن يحفظ في وقته ويحفظ في دينه وأخلاقه وعرضه وأن يحفظ في أسرته أن لا يتجرى هذه الفتن إلى ما لا يحمد عقباه بعض الفتن ربما تفسد دين الإنسان عقيدته وبعض الفتن تفسد عبادته وبعض الفتن تفسد نظره وطهر نفسه يعني الاشتغال بما يطمئن النفس من كتاب الله تبارك وتعالى ومن العمل الصالح ومن العقائد السليمة ومن الشرائع المسنونة في أوقات الفتن هذا من صلاح البال يقول نصلى الله عليه وسلم عبادة في الهرد كهجرة إليه الله أكبر يعني أقن أدنى عبادة يا أبو عبد الرحمن أدنى عبادة لأن هذه نكرة في سياق العموم عبادة في الهرج كهجرة إليه يعني أدنى عبادة سمة الضحى مثل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الأوراد اليسيرة من أذكار المساء والصباح مثل الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا الهرج في حال الفتن الهرج والمرج لا يقصد به القتل فقط يذهل الإنسان عن ما يصلحه في الدنيا والآخرة فيذهب عند إذن؟ نعم يعني يقضي بعض الشاب ثمان ساعات في الجوال يعني أين كيف سيكون مستوى هذا الطالب دراسيا؟ الأمور الدنيوية هذا لو اشتغل في وظيفة لدخل دراً على أهله أعظم من راتب أبيه و أمه لكنه أضاع وقته إنها فتنة فتنة الأجهزة الألكترونية الحديثة يعني بغنى نتعامل معها بعدل وسواء واتزام حتى نستفيد منها جميل جميل هل في شيء حاول لقضية الفتن؟ فتن كثيرة يعني نعم لا شك يعني أنا بس أوصي الأخوة أنه إذا جاءت الفتن من الأشياء التي تعصم الإنسان وتجعل باله مرتاحاً أن يرجع لأهل العلم في أيام الفتن يا سلام وأن يرجع يلجأ إلى الله تبارك تعالى لا يكثر رجوع إلى أهل العلم مع هميته لا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل أن لا تصيب أن هذه الفتنة وأن لا تلطمنا في فتن سمانة بسعصة الدهيماء التي تدهم كل بيت لكن هناك بيوت من بيوت أهل الإيمان يرفع الله عنها هذه الفتن وينجيها الله عز وجل منها بسبب عصمتها بالله عز وجل قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم ولا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم وقراءة أخرى من رحم فيعني نتعرض لرحمة الله عز وجل أن تصيبنا من هذه الفتن نلجأ إلى الله وندعوه نطلب منه الفرج منها والفكاك عنها من خلال أوجه العبادات المختلفة أن تتحدث عن من التجأ إلى الله إلى الله عز وجل من خلال أن قام فتوضأ فصلى والآخر صام يعني والثالث يعني ومعظم يدفع نفس الفتن بالصدقة ويدفع عنه البلاء فإن الصدقة تطفي غضب الرب وتقي مصارع السوء هذا يوجب الراحة والسعادة والاستقرار إذن الأسرة تحتاج إلى أنها تدرك أنه لا استسلام مع الفتن وإنما الفتن تحتاج إلى أن نكون نحن نسعى إلى قضية التربية على صلاح ذواتنا من خلال هذه المعاني العظيمة التي جاءت في كتاب الله وصلة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بدأ الإنسان بنفسه سيرى أثر ذلك على بنائه القدوة والفتح العجيب والتوفيق لاستقرار أسرته وسعادتها ورغد العيش والبركة في المال والعيال فهي عجيب إذا هو تمثل هذه القيمة العظيمة يعني أن أذكر كلامك موصولة ذكرتني بقضية ما حصل فتنة كورونا صلى الله عليه الصلاة والوباء ولما حصل حجر الكامل يعني الأسر الذات التوجه الإيجابي نحوه يعني إصلاح هذا البال سبحان الله بأن تسلك المسلك السليم وجدت من نفسها أنها فرص ثمينة عظيمة جدا فعلاً ولدتها من خلال العناية أكبر بالأبناء العناية أكبر بقضايا كتاب الله عزوز بينما أسر أخرى وحتى في درسات أخرى في بعض المجتمعات حتى الغربية زادت المشاكل ما بين الأسرة يعني لأن الطريق ليس واضحاً ولذلك هؤلاء لم يكونوا قد يعني على يعني تصفوا بصفة صلاح الحال وصفة صلاح المآل بل ربما كان هذه القضية وبال عليهم طيب لعلنا نتجه إلى قضية أيضاً يعني قضية القضايا بالنسبة للأسرة وهم الأبناء والعيال وأنت أتي يمين تأتي يسار يقول لك يعني جزاك الله خير يعني الأبناء ليسوا بأيدينا اليوم يعني نحن نريد صلاحهم ما علاقة صلاح البال في صلاح الأبناء نعم حسن زبو عبد الرحمن حقيقة يعني من أعظم ما يقلق الأسرة المسلمة اليوم الشعور كثير منهم أن هناك وناس يخطفون أبناءهم ويعني أشياء تشغلهم عن مصالحهم وعن ما يتطلع الآبان يكونوا عليه هؤلاء الأبناء يعني لو يعني استعرضنا أصدقاء السوء بعضهم يخاف على ابناء إذا خرج من البيت من الشارع المدرسة أصبحت مهددة مع أنها ينبغي أن تكون وسيلا وسائل التربية الإيجابية بعض الأقارب أحيانا بعض التجمعات الأقارب يعني يتخوف بعض الأسر من بعض هذه التجمعات الأجهزة التي دخلت عوالم يعني وأصبحت في كف الفتاة والفتاة والألعاب الإلكترونية والألعاب الفيديو كل هذه الأشياء يعني أشغلت بال الأسرة المسلمة خصوص كل من يرغب صلاح ابناء تحديات تحديات هي لكن حقيقة مع هذه التحديات إلا أن هناك فيها بصيص نور وفيه أمل أولا ينبغي أن يعني من الأشياء التي تتعجل تتعجل المدام فيها أولا لعل معنا ضيف كريم ومداخل عزيز معنا الأستاذ قاسم بن محمد الفارس المعلم بتعليم الشرقية مرحبا بك أستاذ قاسم الله يحييكم إزاكم خير مبارك فيكم يا مرحبا يا مرحبا حياك الله مشاكري لك هذه المداخلة بارك الله فيك ولعلك إزاك الله خير يعني تتحدث عن هذا الموضوع إزاك الله خير وأنت كذلك مستشار أسري ووصى بها إبراهيم بنيه فتفضل بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله بارك وسلم على نبيه المحمد حقيقة أشكركم على اختيار هذا الموضوع الجميل والمهم في هذا الوقت يعني قضية صلاح الحال وصلاح البال من الأمور التي تركزت كثيرا في القرآن والسنة ولكن أنا عندي بس يعني مداخلة بسيطة جدا في قضية يعني الحرص على هذه النقطة في ناحية الأسرة في ناحية الاهتمام بالبيت يعني كثير كثير من الآباء حقا في الفترة الماضية ابتشف أن أكبر سبب لعدم صلاح البال في البيت هو الابتعاد عن البيت يعني بحجة أنه شغال سواء شغال دنيوية أو أخروية فالبيت افتقد إلى جزء من الطمأنينة نوعا ما يعني بعضهم يفتخر والله ما أشوف عيالي إلا في الأسبوع مرة والله ما أتغده إياه والله ما أدوشه أنا أتسوق هذا الأشياء انشغال الأباء انشغال الأباء طبعا نعم انشغال الأباء عن البيوت بشكل مبالغ ولذلك نأتي نحن الآن في استرجاع هذا الأمر لأهميتها من ناحية إيش من ناحية إيه من ناحية قول الله تعالى وأنفسكم وأهليكم نارى ومن ناحية والرجل مسؤول في والرجل راعن ومسؤول عن رعيته هذا الأمر يخلينا نفكر جيدا في النهتام في بيوتنا جيد أي نعم يعني صراحة اكتشفنا في الفترة الماضية أن بعض خلل في بعض الأسر هذا البيت البسيط الأسر المطمئنة هو ابتعاد فقط ابتعاد يعني لو يجس واحد مع عياله لو يوميا وجبة واحدة لو ساعة واحدة وبعض الأباء الله يبارك ما شاء الله مستحيل أن يجس مع عياله في البيت إلا ويطرح موضوع أو يسألهم أسئلة أو يعني يضع بعض المحفزات لهم يعني يعني الأسرة هذه الصغيرة يا جماعة الأسرة الصغيرة هذه لا يصلح حالها ولا بالها إلا كما يعني دل عليه القرآن القرآن ماذا يقول لنا القرآن؟ يقول أن الله أهلك أمم وأهلك قرى وأقوام قوية أهلك بسبب معاصي يا جماعة هذه أقوام وأمم نحن نتكلم عن أسرة صغيرة الرجال وزوجتها طفلين ساكنين في بيت صغير أو شقة صغيرة يعني الأب مرأي معاصي والأمرأي معاصي كيف يصلح حالهم؟ فلذلك يعني ندعو نحن ندعو بقوة إلى يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا أعظم سبب لصلاح الحال وصلاح البال جميل الزواج يعني الزواج كله نعمة وخير من الله سبحانه وتعالى حقيقة يعني ولذلك يعني بعض الطرف أو بعض النكرة بعض الشباب يطنز على الزواج أنه تقييد وأنه ثم ثم هذه النكرة الطرف يعني يتعلقون بها ويربطون موضوع نصف إحصائيات الطلاق يا جماعة الخير إحصائيات الطلاق هذه إحصائيات يعني ليست تصل إلى درجة إحصائيات الزواج الزواج أكثر بكثير لله الحمد وبعض إحصائيات الطلاق هذه تتكلم عن طلاق وعدم الدخول فعدم يعني يجب أن لا نضع هذا البعبة في قضية الطلاق وتشويه سمعة الزواج وهروب بعض الشباب من الزواج وخوف بعض البنات لا والله بالعكس الزواج مودة ورحمة وخير الأسرة يكون صلاح حالها بزوجين في بيت واحد جزاك الله خير سيد قاسم مبارك الله فيك وشكر الله لك وإياكم 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 أكرمك الله كان معناه السيد قاسم محمد الفارس المعلم بتعليم الشرقية إذا من تعليق عن ما ذكر والله يعني الشيخ قاسم الفارس هو خبير في مجال الأسرة يعني يعني في واقعنا في بلدنا وحقق يعني واقف على أمور مهمة جداً هناك من يريد أن يشوه الأسرة المسلمة على مستوى العالم الإسلامي وأن المرأة ينبغي أن تستقل بذاتها وأن هذا يعني يريحها من قيد الزوج وتحكماتها المالية والمواصلات وكذا ويعني إفتعال معركة وهمية لشيء غير حقيقي ومشكلة منتجه لا راحة البال ولا صلاح الحال نعم وقد يكون في حلول أخرى غير الطلاق غير طلب الخلع لتستقر هذه الأسرة يعني بإذن الله تعالى ويعني بعض المستشارين الرائعين يعني يمارسون دور جيد في سد الفجو في المشاكل الأسرية لكن هناك بعض المحامين قد يعني بعضهم لا أقول الأكثر الأغل الأكثر على خير وعلى ديانة لكن بعض المحامين قد يسرعون في عملية الطلاق لأجل أخذ المرأة لحقوقها المالية وكذا حقوق المرأة ممكن تأخذها بدون طلاق حقوقها ممكن تأخذها بتشريعات أخرى وموجودة عند المحاكم لإزام الزوج بالنفق على زوجته أو أولاده أو غير ذلك تتستقر هذه الأسرة المسلمة كأننا كان عندك تعداد لبعض الأشياء نحن نزلنا في صلاح العيال نعم صلاح العيال أولا علينا أن ندعو الله تبارك تعالى بصلاح ذريتنا يعني وأصلح في ذريته والله عز وجل قال وأصلحنا له زوجة فيدعو الإنسان أن الله يصلح زوجته ويصلح نفسه لها يعني وهي تدعو بذلك اللهم اصلح زوجي وأيضا دعاء المؤمنين عباد الرحمن كانوا يعني قرة أعين واجعلنا المتقين إماما فيطلب الإنسان أن تقر عينه بزوجته وتقر عينه بذريته هذا من أعظم أسباب الصلاح في العيال الأمر الثاني صلاحك وصلاح زوجتك صلاح لعيالك فصلاح الأبوين وكان أبوهما صالحة هذا يؤثر في الأمور الدينية والدنيوية وكان أبوهما صالحة قل الجد السابع فحوظة كنزوهما لأجل الجد السابع وقد تحفظ بعض الأسر بعض الأسر سبحان الله يتوارثون الصلاح ويتوارثون القرآن ويتوارثون قيام الليل ويتوارثون العلم في أسر معروف عندنا أسر علمية أسر فيهم القضاء في أسر عندنا تجار مثلا يتوارثون هذا في أسر يتوارثون الصلاح والاستقامة ومر علينا سبحان الله يعني أنا مشرف حلقات قرآنية ويمر علينا أسر ما شاء الله من الولد الكبير إلى الولد الصغير ومن الزوجة الثانية بعد الأولاد يأتون لهذا الرجل الصالح في هذه الحلقة القرآنية وحتى أخي الكريم حتى صلاح المآل في الآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم وما أنقصناهم من حسناتهم ولا طاعتهم الأمر الثالث الذي يصلح به العيال أنه إذا اكتشف الأب والأم فسادا في أبنائهم أو مشكلة أو جريرة أو فضيحة المطلوب أن يرجع إلى أنفسهم قبل رجوعهم إلى أولادهم فأن يتهموا أنفسهم فيقول الأب لزوجته ما الذنب الذي ارتكبناه حتى وقعت هذه الواقع أذكر قصة رجل ألقيت كلمة في مسجد بتنظيم من الجهة الرسمية في أحد المساجد قبل سنوات فبعد الكلمة جاءني الأب وكان موظف في الشركة كبيرة وقال أنا عندي مشكلة ابني لا يصلي في المسجد وابني صار يدخن في الملحق أو كذا فأنا أريد أن يصلي في المسجد وأريد أن يترك هذا التدخين فماذا أفعل فقلت له يعني احكي لي عن بداية المشكلة وكذا فذكر أشياء ومنها أنه كان يضرب ولده إذا دخن أو ترك الصلاة فلم أنتبهنا حقيقة لما ذكر من المشكلة فقلت له في نهاية أو في وسط الحديث كم عمره والدك فقال عمره 23 سنة وولده موظف في نفس الشركة 23 سنة وقال الأب أني ضربته قبل أسبوع فأنا استوقفت الأب قلت يعني جزاك الله خير أنت وقعت في خطأ عظيم وقد يكون سبب من أسباب استمراره اتناع ابنك واستمراره عن الصلاة في المسجد ووقعه في التدخين رغبة منه في معاقبتك أو يعني الانتقام مما تفعله معه فالحل السليم بارك الله فيك أن تستوعب هذا الابن جميل وأن تقترب منه ومن نصحي له بحكم معرفتي للمسألة شرعيا فقلت له أنت لا تصبح للأمر المعروف ولا لأنه يعني منكر الواجب عليك أن تبادر إلى الصلاة وتجعو جميع الأبنان أن يذهب إلى المسجد لكن هذا الابن أتركه سنة كاملة لا تأمر ولا تنهار لكن تحبب إليه بالخير تقرب منه عالج الفجوة اقترب منه أعطيه سيارة جديدة كذا قال هو ما يصلي قلت له يصلي في المسجد الحمد لله ترى أنت ربما لو زدت في الإنكار الغليظ ربما ترك السلاة بالكلية وربما آتيك في السنة القادمة يكون هو الذي يضربك وتدفعه إلى العقوق فلابد أن يستقر البيت بالاستيعاب العقلاني والهادب حتى لو قعوا أبنانا في المنكرات والأخطاء نرحمهم لا أن ندفعهم إلى الشيطان مرة أخرى عجل لعله كما يعني استوعب أو طلبت من الأبن يستوعب ابنه فلعلنا نستوعب جماهيرنا وفريق العمل فتأذلنا بفاصل أيها الإخوة فاصلا واصل كونوا معنا كل سائر إلى الله عز وجل يتقلب بين حالين التزام عمل صالح يقربه إلى الله تعالى ومرضاته وترك عمل فاسد لا يحبه الله ولا يرضاه وحال السائر إلى الله في ذلك يشبه حال المسافر من بلد إلى آخر فالمسافر يدفعه هدفه المنشود من دراسة أو عمل إلى الانتقال من مكان إلى آخر مستصحبا في أول الطريق وآخره هدفه من رحلته والسائر إلى الله تعالى يدفعه مطلبه إلى امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وهدفه من ذلك هو مرضات الله تعالى وأن يحيا بعمله الصالح حياة طيبة والمسافر يتجهز لسفره بالأسباب المادية التي هيأها الله له كالسيارة ذات المواصفات الخاصة ونحوها والسائر إلى الله تعالى يتجهز بالأسباب المعنوية التي تدفعه أثناء سيره وتحفزه على متابعته كاستحضاره الترغيب في فضل العمل أو الترهيب من فواته وعلمه بخطورة الذنب وشؤم المعصية واستشعاره الحياء من الله وحلاوة ترك الذنب وكما أن سيارة المسافر يستحيل أن تعمل دون محرك قوي مزود بالوقود والزيت فكذا السائر إلى الله تعالى يستحيل أن يتابع سيره دون قلب يتزود بمعرفة الله ومحبته ومشاهدة نعمه وآلائه وآياته وكما أن محرك السيارة يحتاج إصلاحه وتليينه وتنظيفه إلى المعدات التي تناسبه فكذلك القلب يحتاج إصلاحه وتليينه وإزالة رواسبه إلى فعل الصالحات واجتناب الموبقات ولابد في هذه الرحلة من ضبط المسار والسير عن علم وبصيرة وليكون السير في الطريق الصحيح إلا بالإخلاص والمتابعة وعلى طول الطريق وعبر جميع محطاته يجب على السائر الاستعانة بالله تعالى والتبرؤ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته والصدق في طلب العمل الصالح واجتناب العمل الفاسد وطلب العزيمة على الرشد والصبر والمجاهدة وعدم استعجال النتائج والاستعاذة بالله من العجز والكسل ولابد مع هذا كله من ضبط عامل السرعة فالإبطاء يؤخر السائر عن مطلوبه وزيادة السرعة تورد المهالك والاعتدال مقصد شرعي عظيم وكما أن المسافر قد يضل الطريق فيحتاج إلى خبير بالطريق يرشده فكذلك السائر إلى الله تعالى يحتاج إلى قائد يهديه طريق وذلك القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان المسافر يحتاج إلى صحبة تآنسه ورفقة تعينه على مشقة سفره فصحبة السائر إلى الله تعالى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون ممن تبعهم بإحسان كل هذه الأسباب بعد توفيق الله تعالى وتسديده تجعل كل سائر إلى الله تعالى يصل إلى وجهته الصحيحة بغنيمة وسلام قال تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ حياكم الله أيها الأخوة والأخوات وأصلح بالهم وقفات تربوية للأسرة السوية ومع الأستاذ محمد بن سليم القحطاني مرحبا بك أستاذ محمد الله يبارك فيكم يا رب كان هناك سؤال تفاعلي في هذه الحلقة الحقيقة وشاركة من شاء الله قرابة 1924 صوتا وكان السؤال ما أهم الأمور التي تعين على راحة البال فجاء المركز الأول إحسان العلاقة مع الله 84% والمركز الثاني وبعيد جدا الصحة الجسدية والنفسية 7% ثم الثالث استقرار المالي والوظيفة الآمنة 5% ثم الأخير السياحة والتنزه 4% تعليقكم على هذا والله أنا حقيقة هذا ينمعا وعي المشاهد وأنه أي اضطراب في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى يكون أثره عائد على سائر حياة في أرزق الناس جميل وفي شعوره من نفسي وطمأنينته بل عدت على وظائفهم وعلى أسرهم يعني العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كلما زادت حسناً كلما زاد الخير والبركة دخلت في كل مجال من مجالات حياة هذا الانسان يعني الأخوة الذين يبكرون في المدارس سبحان الله تجدهم من الذين يشهدون صلاة الفجر وترى الطلاب النشيطين معنا في المدرسة من الطلاب هم الذين يعني قد أدركوا صلاة الفجر وصلهوا في المساجد بينما الطلاب الضعاف والكسالة يعني ربما يكونون من من فوت هذه الصلوات لأجل سهره أو لأجل نومه وكذا ولكن هؤلاء لو سألتهم يا أخي بقناعاتهم سيكونون مع هؤلاء الأربعة وثمانين بالمئة أصلاً هم صحيح هذه كل لدي الإنسان قناعة لكن التطبيق شيء آخر بل أنا لا أقلل من الاستقرار المالي والصحة الجسدية والنفسية والسياح والتنصف هذه أشياء مطلوبة حتى من الشريعة مطلوبة يعني التوسع على العيال والنظر إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى كل هذه مطلوبة شرعاً لكن مطلوبة من مقدار ومطلوبة مع إحسان النية الصالحة لكن أني أبحث عن المال من حله أو غير حله أو أني أذهب إلى السياحة والتنزه وأتخلى عن ديني أو قيمي أو ربما يزيد من ذنوبي أو يسبب لي الإشكالات الأسرية في هذه النزهة فلا مرحباً بمثل هذه الأشياء لكن مقصود منها التوازن للحياة يعني من جميع الأشياء أشرت إلى قضية الأرزاق وش علاقة الموضوع أنا بالأرزاق يعني أعظم ما يقلق الناس في حياتهم طلب الرزق لذا جاءت كثير من الآيات في الأمر بالتقوى لله تبارك وتعالى أو الإيمان والعمل الصالح مرتبطة بالأرزاق ومن يتق الله يجعلهم أخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسب فالله سبحانه وتعالى يعني قد وعد المؤمنين بالرزق وقد لا يكون الرزق كثرة مال لأن الكثرة لا تعني الرزق قد يكون البركة في هذا المال يعني أن يأخذه من حله ويضعه في محله المناسبة هذا الرزق يعني بعض الناس يحكي لي أحد الفضلة يقول واسع الله عليه في الرزق في إحدى المعاملات المالية بالملايين فوعدت أهلي أن نشرينهم أحسن سيارة يعني فارهة فذهبوا إلى معرض سيارات فارهة يقول اتصلوا بي يقول أنا بجهز لهم مبلغ ستمائة ألف لسيارة فارهة يقول فاتصلوا بي قالوا محله ما نبيل لي سيارة فلانية أعجبتنا الزوجاء والولد الكلير فلما بحثت مع الزمع السيارة هذه طلعت هي أعلى سيارة في فئتها وقيمتها 75 ألف ريال يقول فكان هذا من الرزق يقول فبقيت 500 ألف للصدقة والإحسان على الأقارب والذاء يعني اقتنعوا بهذا الأمر مع أني أنا كنت مجهز لهم هذا المبلغ الكبير فقد يكون الرزق هو القناعة والبركة بما لدى الإنسان وكلنا نعرف أناس رواتبهم متدنية ربما تقاعد وبقي له من راتب 5 ألف أو 4 ألف لكنهم يملكوا بيتاً وعنده سيارة وزوج عياله وزوج بناته بينما أصحاب الرواتب العالية وفي الشركات الكبيرة يغرقون في الديون وربما لم يتملكوا بيتاً أو تملكوا بيتاً ثم باعوا وخرجوا منه أو ربما ما زالوا يدخلون في دوامات كبيرة وليستطيعون يغطون نفقات الأسرة المتزايد في هذا الزمان من الأشياء التي تجعل باله بل أخبر قد تجد أنه سبحان الله تجد أنه يعني مثل أصحاب هذه الحالة الضعيفة مالياً هو الذي يقرض صاحبه وزميله ويمنثاً ويسرع هو الذي يتصدق قد تضحك يا أبو عبد الرحمن هذا المثال سيضربه كان عندنا في إحدى المدارس عامل هميم ويبيع الماء على الطلاب ويغنيه الله سبحانه وتعالى من حيثه عجيب نفسيته عجيبة في الرزق يرزق الله من حيثه لا يحتسب ويعمل ببدني يعني هو منظف في الأخير يعمل بالنظافة وكذا فكان بعض المدرسين يطلبوا سلفاً منه في نهاية الشهر سبحان الله من هذا الإنسان الفقير غير العربي وعجمي ويعيش فقط على يعني كعامل نظافة في المدارس أو في البيوت وكذا فالرزق يعني متلازماً معه سبحان الله راحت البال والطمانينة من الأشياء المهمة أن يعلم الإنسان أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويعبد الله بسم الله الرزاق بأن يعتقد ويتيقن أن رزقه مكتوب له وأنه يعني لن يستوفي أجله حتى يستوفي رزقه بل حتى بعض المعين قال إنه إذا انقطع رزق الإنسان كذا من علامات قرب وفاته يعني إنه ما لمصت الرزق فيستقبل المؤمن يعني لقاء الله سبحانه وتعالى ويستعد للرزق الأعظم من الجنة والنعيم المقبل ويدخلوا الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ويعني يكون من المساكين الذين يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتمنى أن يكون منهم عليه الصلاة والسلام فالمسكنة المالية غالبا ترتبط بسبحان الله النزاعة والنظافة والطهر أبو عبد الحالي أنا أسوي حركة ما أدري يمكن بعض يمكن ما يسوؤون أو كذا أنا أحب أن أصلي في الأحيال قديمة سنقيموني يقيموني أنا أحب أن أصلي في المساجد القديمة في الأحيال قديمة ترى الوجوه الطاهرة النظيفة ترى النفوس المتوكلة على الله سبحانه وتعالى في رزقها البسيطة يعني سبحان الله ما منع هذا الفقر لأنها تعبد الله تبارك وتعالى وتلعى الله عزم بالدعاء أنا يستوقفني بعد صلاة الجمعة عامل يعني كم دخله في اليوم هذا العامل يعني 30 ريال يستلم 300 ريال في الشار ولا 600 ولا 1000 ولا 2000 وترى الحاحة على الله عزم في الدعاء عجيب جدا والله إنك ما ينفك هذا العامل البسيط الذي لا يحسن لغة العربية ما ينفك عن دعاء لو ترى أساريرة يعني منبلجة ومبتسم وشرح الصدر كأن الله قد حقق سؤله بالطمأنية التي يجدها في نفسه سعادة نعم ترى والله ترى النور في وجهه هذا الإنسان اللي يلح على الدعاء بينما نحن لأننا عندنا رواتب عندنا بيوت عندنا دعاءنا بعد الصلاة نكتاحه يعني أنا وأنتم عبد الرحمن ندعوه بسرعة هكذا يا الله من فضلك وننزل يدعوه الله عزم لكن هذا الذي يدعو ترى والله حيانا تراقبه عشر دقائق عشرين دقيقة يجلس يدعو بعد صلاة الجمعة ترى يلح بهذا وهذا رزق أنا أعتبر ما في شكل الإلحاح الله بالدعاء رزق أعظم من رزق المال وقناعة بما قسم الله له نعم هذا القناعة كنز حقيقي وهناك أرزاق أخرى أنت قد لا ترزق بالمال ولا الراتب الجيد أو سداد الديون سريعا لكن ترزق بالسعادة والطمانينة عندما تأكل الطعام الطيب وأنت صحيح طيب وإسرتك صحيحة طيبة هذا رزق لا يعدله رزق آخر فكم من إنسان غني لكنه في المستشفى يعجي سنوات في المستشفى في المستشفى سنوات ويتصل على أصحابه ما تزوروني موجود المستشفى وهو غني ما يحتاج إلى صدقات ولا أموال لكنه حب يستفي جسده موجود في المستشفى أو لا يستطيع أن يخبر ما تشتهيه نفسه الآن هناك أن نحرف نحن تجار يعني لا يستطيع تصرف في ماله سبحان الله كثير حال الاختلاف الورث يا أبو عثمان وقبل أن يموت يعني الأب لا يتصرف في ماله وهو من أغلى الناس ويفعل المشاريع وعنده أبراج عظيمة لكن لا يستطيع تصرف في ماله بسبب أولاده الذين منعوه من ذلك وحجروا عليه هذه مشاركة من الأخت رمزة لإسمها ميمي من السودان فكانت تقول أن الحياة الطيبة هو الشخص الذي يقوم على قضية الإيمان عمره صالح حسب توجيه اللعزل من عمله صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحن أنه حياة طيبة ونجد أن أجرب حسن ما كانوا يعملون الله أكبر فهي كأنها تقول القضية لب القضية في هذا الاتجاه صحيح وكذلك نعم وكذلك يعني إذا كانت حياته طيبة فباله صالح ويدبر أموره ما شاء الله طيب الضغوطات الشيخ السيدة المحمد الضغوطات حتى الحلقة الماضية كانت عن الضغوطات المعاصر الأسرة حتى ورانا ورانا الضغوطات والمشاكل وإلى آخره وش يعني كيف نستطيع أن نتلمس حقيقة يعني موضوعكم هذا اللطيف من خلالي هذا البند لا تزعمني بعبد الرحمن أنا أفرح بالمشاكل يا لطيف يا لطيف والله هديك بس نعم طيب المشاكل حتى في الأسرة هي ملح الحياة الزوجية يا سلام بل أنا أقولك أنا أفرح بالمشاكل إذا جاني طالبان يشتكيان أنا أفرح جدا بوقوع المشكلة لأن في ذلك إصراحا لهم وتوجيها لهم وربما هداية لهم وربما بيان خطائهم حتى لا يقعوا فيه مرة أخرى ويكرروا بشكل أكبر في الحياة في المستقبل وقوع المشاكل هو الدال على تدبير الله عزيزي للعبادة إذا نجعل من المحن والمشاكل منح في أمورنا الحياتية نحن إذا وقع حادث لسياراتنا نقوم فرصة نصلح جميع أجزاء السيارة الكاملة أنا متأخرا نتصليحها يصاب الإنسان بمرض يسير جدا يذهب للفحص ويشيك على هذا الجسم مرة أخرى حتى يصح عشر سنوات قادمة وربما صحت الأجسام بالعلة لي يعني فالمشاكل يا أخوة المشاكل تدبير الله عز وجل والذي أوقعك فيها هو الله سبحانه وتعالى والذي سيخرجك منها هو الله سبحانه وتعالى فإذا وقعت مشكلة ابتسم لها يا سلام وافرح وانظر للجوانب الإيجابية في هذه المشكلة إذا ممكن يكون الفشل بداية النجاح بل إن الفشل والخطأ والسقوط اللي يراه في الطفل عندما يمشي ويسقط هو بداية التعلم يا سلام وأننا يعني جعلناه لا يسقط أبدا سيسقط سقطات مميتة ذكرتني بنظرية في المدرسة السلوكية النفسية وهي ما يسمى بنظرية التعلم بالمحاولة والخطأ فالإنسان يتعلم من خلال خطأه ويحاول ثم يحاول طيب باقي شيء حول هذه القضايا المتعلقة في مشاكل أنا أريد أن أنبه إلى نقطة أن يعني قد يكون المشكلة التي وقعت بك هو عين لطف الله ورحمته بك أن تعود إليه وترجع يا سلام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه ويدلنا بهذه الأقدار المؤلمة عليه سبحانه وتعالى وإلا الإنسان يطيش عقلته إذا وقع في هذا الضغوط ربما لا يتحمل نفسه حتى بعضهم يقول ينكت يعني النكت هذا يقول أنا يعني ما استطيع تحمل فلان ولا تحمل فلان ولا علان يقول أنا لو يجس مع نفسه يتهاوش معه رغينا هذا يعني يحتاج إلى أصلح بالهم بقوة أصل الله أن يصلح بالهم نعم أصل الله التوفيق واليعانة العمل رمز رمز الشخصية الناجحة وتوجيه قرآني قبل ذلك ونبوي أيضاً أي نقع هذا من موضوع الليلة العمل نحن نعمل في أفضل حالاتنا الصحية والجثمانية والنفسية الصباح الباكر ونقضي أفضل ساعاتنا في اليوم في ذلك العمل يقولون العمل هو البيت الثاني الحقيقة هو البيت الأول أن البيت الثاني تنام فيه زي منذ الفندق لكن هذا أنتم استيقظ فيه خمس ساعات ست ساعات سبس ساعات ثمان ساعات أنت تعمل في هذا العمل ينبغي أن تحبه لأنه شيء باب عبادة وباب رزق لك والأولاد أنا أقول لنفسي والإخواني ينبغي أن تحب بيئة العمل وينبغي أن يكون لك أثر في عملك على البشر الموجودون في هذا الميدان وعلى الحجر الجدران المبنى الذي تعمل فيه يكون لك أثر عليه وعلى الشجر أنا أطالب بتشجير جميع المرافق الحكومية لا خلينا من الشجر عطينا الحجر الحجر الجدران يعني ترى يعني الزلازل والنحن وكذا تحدث بسبب الذنوب وما جدران المباني بأقوى من الجبال التي ربما تنسف يعني بسبب يعني الذنوب والمعاصف لواجب الإنسان يعمر ميدان العمل بطاعة الله يعني أذكر نفسي أخواني صات الضحى مثلا عندي أحد الزملاء مدرسين كان في رزقه قلة ومع بناء بيت يعني قل راتبه فقلت والله ترى أنا بنصحك شي أنا ما سوي يعني شرايك تصلي الضحى وتكثر منها يا سلام فأنا قلته هكذا باب نشر العلم ف ولحظت حاله أنه يعني له أشهر حريص على سنة الضحى يعني يعني تعلم ما معنى سنة الضحى يروح يتوضى يأخذ وقت الراحة والفسحة ويصلي في مكان يختفي عن أعين الطلاب أو العاملين فبعد شهرين أو ثلاثة إذا به يقول أبشرك أرزقني الله برزق مثل راتبه ما شاء الله ما شاء الله فأنا الله يحرص على هذه الطاعة سنة الضحى يحرص على على الذكر والصدقة والإحسان إلى الوالدين لأنه باب من أبواب توسعة الرزق إذن أي عمل إيجابي نافع دنيوي وديني الإنسان يعني ينخرط فيه ليس فقط ينخرط فيه ينبغي أن يوجد جواً من صلاح بال الطاقم الموجود يكون هو سبب في اجتماع الكلمة سبب في إدخال السعادة والسرور عليهم الضيافة الكرام ما يسمى بالداريات التي تقوم بين الموظفين تدريب العاملين الجدد لأنه يواجهون مشاكل مع مدرائهم يواجهون مشاكل مع القرارات الجديدة التي تدخل ويحتاج إلى نوع من إصلاح نفوسهم وبالهم تجاه هذه الأعمال نعم الإنسان مسوع عن صلاح بال نفسه هو فقط لكن لا مانع من يتخسرون على الآخرين ويقضي حوائجهم ويريح بال أسرة يريح بال أقاربة يريح بال من يجالسهم كذلك لما نستقر لفظ العمل وقل اعملوا وما شبثه في القرآن نجد اللفظ كثير كثير جدا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مقابل أيضا نستقر سيرة النبي سلام القائم على العمل الدؤوب المستمر بل حتى عفوا في التربية أيضا من النظريات التربية التربية بالممارسة بالعمل يعني أنت تتربى من خلال ممارسةك العمل أتعرف لماذا أستاذ الكريم في مجال تخصصنا الفراغ هو سبب من أشكالات المتعلقة بقضايا القلق والتوتر ويعني يعني جانب من فتح بوابة الإشكالات النفسية وما يرتبط به الفراغ في القرآن والسنة يعني 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 باختصار أنه لحظة للشيطان فقط يعني يعيش إنسان في دوامة التفكير اللا إيجابي أو نسميه السلبي التفكير السلبي ويبدأ يأكل نفسه من الداخل ويحترق دون أن يكون هناك شيء في واقع العمل فأم يرى بعد الفراغ أن يعمل إذا فرغ أن يعمل فإذا فرغ تبنصر وأيضا عد هذا الفراغ نعمة ينبغي أن تستثمر وليس نعمة على أنه إنسان يبقى فارغا لا أنه يفرغ باله لأعمال تصرح دينه وتصرح دنيا يسأل جزاك الله خير وفتح الله عليك بقي معنا دقيقتان وكأنك قد همست بأذني كلاما لعلامة الشيخ عبد الرحيم يعني أنا أقول لكل أب أسرة يريد صراح أسرته ولكل معلم يريد إصراح طلابه ولكل داعية إلى الله تبارك تعالى يريد أن يمارس الإصراح والدعوة ولكل إعلام يريد نشر الوعي والثقافة في إخواني المسلمين يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله رحمه الله في قول الله تعالى رب شرح لي صدري في قصة موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي قال ضيق الصدري لا يصلح للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى هداية الخلق الله أكبر الله أكبر ولن تستطيع أن تصلح أسرتك وبالك مثل خبط لا بد أن تصلح بالك حتى تستطيع أن تستوعب المشكلة وتتجاوزها بذل الله تعالى إلى استثمار كبير ونافع في الدنيا والآخرة أسأل الله أن يصلح بالي وبالكم وبالكم لعبد المسلم جميل معنى النفيس عظيم معنى النفيس عظيم جزاك الله خير وخاتم مباركة لكن أيضا نتيح لك في ختام الدقيقة من هذه الحلقة أن تقول ما في بالك يعني في ختام هذا اللقاء المبارك يعني أنا أتمنى حقيقة أن يكون هناك أناس ينشرون السعادة والطمأنينة والإيجابية والراحة يريحون يعني كثير من الأسر الجانب المالي ليس هو الجانب الوحيد كمان في جمعيات بر عندنا كثيرة أنا أو طالب حقيقة خصومة قد شاركت في حلقة عبر اليوتيوب أو عبر الزوم مع مجموعة من المرشدين الأسريين أن يكون هناك جمعيات خاصة بالسعادة والطمأنينة والراحة حتى كنت أفكر أفتح محل دكان تعرف أنا لا أصلح التجارة بعد رحمة لكن أشاركك دكان هذا بعنوان حلال المشاكل حلال يكون نوع من نجال أنا معك ونشترك في السعادة والله أخشان نشترك في القهوة والتمر السكري والخلاص الحساوي جعلنا الله وياك سيد الحمد السعداء وكذلك أنتم جعلنا الله وياكم السعداء كان معنا الأستاذ الفاضل محمد صليم القحطان المعلم في دارة التعليم من منطقة الشرقية مملكة العربية السعودية والخبير التربوي شكر لك سيد محمد وشكر لكم على متابعتكم في هذه الحلقة وأصلح بالهم وقف التربوي الأسرة السوية أصلح الله بالنا وبالكم وذرياتنا اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي أهلاؤناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمت